اكتشفت هندسة القوات المشتركة الغامة أرضية من مخلفات ميليشيات الحوثي داخل باحة مدرسة بمحافظة الحديدة وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن فريقا هندسيا تمكن في إطار مواصلة مهامه من نزع وتفكيك الغامة أرضية عبارة عن رأس صاروخية مربوطة بسبع عبوات ناسفة كانت قد زرعتها الميليشيات داخل فناء مدرسة في قرية البغيل جنوب الجراحي قبل دحرها